موضوع المدير الإداري بالنسبة للمنتخب الوطني البداية هناك نقاشات عديدة تحدث في هذه الفترة بدأت من الإمارات حول موضوع المدير الإداري للمنتخب الوطني هناك قسمين الآن في اتحاد كرة القدر البعض يذهب مع الرأي الذي يقول بإقالة وإبعاد الكابتن باسل جورجيس عن المنتخب الوطني من باب التغيير نحو الأفضل بباب تغيير الأجواء تخفيف أيضاً حدة ما يواجه المنتخب من ضغوطات من قبل الجمهور وما إلى ذلك أي بمعنى تهدئة الشارع الرياضي من خلال إقالة الكابتن باسل جورجيس وأيضاً الكابتن رحيم حميد نحن رحيم حميد يعني معروف يعني موضوع بعد ما معروف منه ممكن البديل ممكن يسبعده أو لا لكن كابتن باسل جورجيس المعلومات التي عندنا قسمين الآن داخل اتحاد كرة القدم ناس مع الإقالة وناس ضد الإقالة أنه يقولون الكابتن باسل جورجيس يقوم بواجبة على أكمل ما يكون البعض الآخر يقول من باب التغيير الأسماء التي طرحت اليوم تقريباً هي نوعاً ما بدأت تعرف في بداية الطرح اسم جديد اللي هو الكابتن باسل جورجيس أن يكون هو البديل للكابتن باسل جورجيس الكابتن باسل جورجيس الكابتن باسل جورجيس في اتصال مع برنامج ملاعب تحدث أنه يسمع هذا الكلام من خلال الإعلام لا يوجد أي اتصال رسمي بالرجل لحد هذه اللحظة ولكنه برأيه يمكن أن يتوقع مرحب بهذه الفكرة الأسماء الأخرى اللي هو الكابتن مهدي كريم الكابتن مهدي كريم هو مرشح أيضاً أن يكون البديل للكابتن باسل جورجيس من خلال نقلة من المنتخب الأولمبي صعوداً إلى المنتخب الوطني لكون لاعب دولي سابق هو قريب لللاعبين وأيضاً صال فترة يعمل في المجال الإداري وصار عدة خبرة وهو أيضاً يعتبر تلميذ هو تلميذ تلميذ الكابتن باسل جورجيس وبالتالي هو أيضاً مرشح ساخن المرشح الآخر أيضاً ذكر اسمه هو الكابتن محمد ناصر لكن العائق الوحيد هو عضو مكتب تنفيذي كيف يكون مدير إداري لذلك هذا استبعد لكن من مصادرنا الخاصة جداً ومقربة جداً هناك اسم لم يطرح على الإعلام لغاية اللحظة ونحن سنكشف عنه الآن اللي هو الكابتن سعد قيس سعد قيس اليوم مع حفظ القاب تحياتنا إليه هو مرشح أيضاً ساخن لتواجد في هذا المنصف في حال اتفق المكتب التنفيذي على إبعاد الكابتن باسل جورجيس الكابتن سعد قيس مثل ما تعلمون نجم دولي سابق عملك مديراً إدارياً لفترة ليست بالقصيرة مع نادي الشرطة وبالتالي قد يكون هو خياراً مرضياً للجميع لأنه يتقن اللغة عمل بالمنصب الإداري نجم دولي سابق وكبير جداً ولديه احترام كبير أيضاً من قبل الجمهور طبعاً ولا يقل شئناً أيضاً عن كابتن باسل جورجيس ومثلات ملاعبين دوليين واحترامنا وتقديرنا لهم إذن الآن بسام رؤوف الكابتن بسام رؤوف بالنسبة إلى هو أيضاً مرشح لذلك الأقرب لنيل هذا المنصب حسب مصادرنا هم هؤلاء الأثنين غالباً مع إمكانية تواجد الكابتن مهدي كريم في حال لم يتم الاتفاق على هذين الإسبان إذن الكابتن سعد قيس يدخل كمنافس حاسم وقوي جداً على منصب المدير الإداري من خلال مصادرنا إن شاء الله تكون صادقة هذه المصادرة كيها مصادر قوية ومقربة والاسم الآن بدأ يتداول داخل اتحاد كرة القدم ننتظر اجتماع الاتحاد الأسبوع المقبل لنرى ماذا ستكشف الأيام المقبلة عن التغييرات طبعاً تغييرات واردة لأن موجودة خلافات داخل مكتب التنفيذي حول أصلاً التغيير مشكلة أنه اتخاذ قرار التغيير لن يكون بهذه السهولة أيضاً كابتن رحيم حميد هو أيضاً ما نعرف هو غير راضي عن ما يطرح الآن وهو يقول أن يقوم على أكمل وجه وأيضاً لدينا معلوماتنا الخاصة أنه سيد أدبوكات منذ قدومه طالب بإلقاء هذين الشخصين اللي هو الكابتن رحيم حميد والكابتن باسل قورديس خلال مصادرنا هل سيرضى أدبوكات بدغيير الجهاز الفني المساعد دون الرجوع له هل سيرضى تغيير بدون ما يأخذ رأيه الكابتن أدبوكات يعني بالأخير هذه مجموعة منتخب هذا هو جهاز فني وإداري متناسق ومنسجب المفروض ننتظر أيضاً سيد أدبوكات ماذا سيكون رد على هذا الموضوع إذن مصادر ملاعب تؤكد أن سعد قيس هو المرشح الأبرز والأقرب لنيل منصب المدير الإداري للمنتخب الوطني العرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر